وإحنا نتكلم على الأطفال وإحنا نتكلم كمان على الدراسة فالحقيقة الواحد بالصدفة كده شاف مجموعة من الحالات أو مجموعة من مواقف الأخبار حالة غريبة جدا إن متيجة للضغط العصبي والشدة للأطفال بيبقوا فيها في المذاكرة والضغط الأباء والأمهات بيمرسوه على الأطفال أنت مش فاهم، أنت مش فاهمة، ما خلصتش الواجب أنا كل يوم أشرح لك الدرس، كل يوم مش عارف إيه والأمر قد يتطور بس من مجرد يعني أنك بتزعى لابنك أو بنتك ممكن بعض الناس بتضرب ما شابه يعني وبتعنف وبتحرم فده سمعنا وقرينا بعض المواقف الغريبة جدا إن طفل أو طفلة في عمر الظهور في ابتدائي مثلا حبابي ما قدروش يستحملوا هذا الضغط والولد أو البنت تعب فجأة اللي حصل فجأة حالة مثلا توفت بسبب الضغط الشديد اللي كان حاصل وتوقف مفاجئ في عضلة القلب الحقيقة شيء مش ممكن الواحد يتخيله أن بسبب الدراسة أو مهما كان الحرص على مستقبل الطفل أن الأهل يعملوا إرهاب للطفل بهذا الشكل يخليه أنه قد يمرد قد يعني تتعرض حياته للخطر بهذا الشكل اللي قدر له بالتالي لازم نعرف خطورة التعامل ده مع أولادنا إزاي نعملهم بشكل نفسي سوي وصحيح وزاي نفهم قدراتهم ونفهم كمان إحتاجاتهم أرحب بالأساس دكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر دكتور هاشم مساء الخير إزاي حضرتك إزايك يا عمر أهلا بيك يا حبيب الحمد لله فإن الله يسلم حضرتك يعني الحقيقة الأخبار دي أخبار مزعجة جدا إن نشوف يعني الضغط النفسي على الأطفال بسبب المزاكرة ممكن يقدي بيهم مش بس اللي تلعصهم أو تبول إراضي أو كوابيس وما شابه لكن بنلاقي بعض الحالات حاجات طبية حارجة ممكن تحصل لهم أولا قدر له وفاة فمحتاجين نقف نفسيا وحركتش تحلنا إزاي الأهل يتعاملوا مع الأمر ده هو عندنا يا عمر وفاة الأطفال بالنسبة للضغوط النفسية بيبقى لها أشكال يعني فيه حاجة زي الحضرتكة رحتها دلوقتي إن بتبقى شخصية الطفل نفسها متوترة جدا واعتمادية على الأب والأم ما يتقدرش الطفل أو الطفل يتنفس من غير ما يكون الأب والأم موافقين على كل سلوكياتهم فلما يجي الطفل يعمل حاجة غير ما الأب والأم عايزينها بيحس إنه هو عمل خلل فظيع جدا في الحياة كلها وده بيستمر يعني بنشوفه في الأطفال أنا فاكر كان عندي سيدة وكانت بتشغل في المرة يعني منصب مرموق ويعني كانت حاجة كبيرة قوي وأموها لما كانت تدخل البيت هي رجعة الشغل بتاعها الساعة مثلا عشرة بالليل جت حد عشر لو لقيت إن أمميتها بصة للحيطة يبقى ليلتها سودة بتنامشي طول الليل من العياط لو أمها بصت لعنيها يبقى هي موافقة إنها جت الساعة ده هي وده الواحدة عندها أربعين سنة فبيوريك إنه بيرد الطفل لكن بتتأثر بالشكل ده آه بالضبط يعني هي من أيام ما كانت طفلة في سنواتها الأولى وهي بتعامل هذه المعاملة إنك أنا اللي أسمح لك تتنفسي أو لأ أنا اللي أسمح لك إنك تعيش بشكل ما أنا أرسمه لك أو العكس ما ينفعش تمشي بره الإطار اللي أنا عايزه لما الطفل بيشعر إنه وخرج بره ده بيشعر إنه ملوش قيمة في الحياة كلها فكل حياته بتقف فيه بقى منهم اللي بيعجيله بقى مثلا يكون عنده مرض سابق زي مثلا مشكلة في عضلة القلب أو في الشرايين فيموت في الحال أو إن أطفال بتنتحر وأنا في الحقيقة شفت وكنت كتبت مقال في أخباري اليوم من سنوات طويلة على إن في سنة واحدة جولي أطفال تمانية أطفال انتحروا وكان أعمارهم من سبع العشر سنين نتيجة الضغوط بتاعة الأهالي يعني استخيل طفل عنده سبع وبعدين ما بينتحرش بمثلا إنه هو خد دواء غلط من اللي موجودين في البيت لا ده الطفل من دول مصمم على الانتحار يعني يرمي نفسه من شباك ما ينفعش يجري قدام عربية عشان يعني كل تصميم على إنه مش قادر يتحمل الضغوط بالضبط هو مش قادر يتحمل الضغوط الأسرية أو المجتمعية اللي جاته وبنشوف ده حتى يعني يكمل أمثلة ده دوليا على فكرة مش في مصر بس يعني الأطفال اليابانيين لو ما تنعش الأول زي ما هو أبوه أيله بينتحر لأنه هو كده خرج بره الإطار اللي الأهل حط نهوله عشان يتباهوا به فكتير جدا بقى التشدد جدا على الأطفال بالطريقة دهية بيؤدي إلى انهيار الطفل عصبيا ونفسيا فبيقوم بسلوكيات غريبة جدا إحنا بنستغربها على الطفل ونعملها بس هي في الحقيقة بتتعامل وبنشوف كتير جدا من الأطفال بيئزوا نفسهم وده اللي بنسمعه بقى الأطفال اللي بيشرطوا نفسهم بالموس وحاجات زي كده نتيجة ضغوط الأهل العليفة واضح بالتالي دكتور هاشم إن الخلل اللي موجود ده مش عند الأطفال ولكن الخلل نفسي عند الأهل هنا بالضبط اللي بيربهم ما هو دايما نحن عارفين كده إن الطفل بيتولد صفحة بيضة إحنا اللي بنشكلها وبعد كده ما نندمش بقى على إن الطفل عمل سلوكيات سيئة يعني أنا ما بيجريش حد اللي ماجي بعمل علاج للأطفال لازم أعمل يا عمر علاج اسمه علاج أسري يعني لازم الطفل يتعالج في وسط أبوه أمه وإخواته لأنه هو اللي بيحصل إنه بيجي لك الأب أو الأم من على الباب بره يقول لك الولد ده عايانه ويمشي كأنه بيرميه كده وخلاص أقوله لا أنت المسؤول عن اللي هو وصله تعالى بقى نحط أدنا في أدان بعض كلنا علشان نطلع بره الأزمة ده هي ونعالج هذا الطفل فالأب والأم طبعا مسؤولين عن المرض وعن العلاج طيب الأب والأم في الحالة دي يعني يقول لحضرات ما أنا عايز ابني لا يزاكر عايز ابني يتفوق ابني لعبي مثلا يعني فيلجأ بقى للضغط عليه يلجأ للحرمان يلجأ للإزاء البدني أو النفسي هنا النصيح اللي حارك تقولها للأباء والأمات اللي ممكن مش مستوعبين فكرة النموه العقلي مش مستوعبين فكرة الفروق الفردية ما بين الأطفال في السن المبكرة يعني تنصح الأهالي بإيه ده حارك تقول لهم تعرفهم الجزء دي إزاي أنا والله بطلب من الأهالي أن لو ابنهم يجيب 80% في كل حاجة يعني 80% في العلم وفي الرياضة وفي الثقافة وفي العلاقات الاجتماعية وفي الرحلات وفي صلة الرحم لو عمل كل ده 80% هيطلع إنسان ناجح جدا في حياته ومتفوق في كل الأشكال ده غير لما يجيب 100% ويبقى خيبان في العلاقات ومش عارف يتكلم ولا يروح ولا يجي وده والله عندي أمثلة حتى في كلية الطب عندنا يعني هتجد إن في أساسة في كلية الطب ناس علامة لكن ما حدش بيلجأ لهم لأن التعامل معهم صعب كلامهم حاد ما عندهمش قدرة على التعامل مع ألام الناس بطريقة العين فيها يعني يحس إنه هو مستريح زي ما يقولك كده لقيني ولا تغديني صح يعني هنا الدرجة العلمية العالية أو دي ما شفعت لهش إن يجيله زباين صح لأنه هو ببساطة ما تعلمش العلاقات الاجتماعية ولا زي يتواسى مع الناس أو يحس بألامهم ويعبر لهم فمهم أولي الأهل أنا بقول لهم يعني ارحموا ولادكم من حكاية 100% دي هي لو كل حاجة في الدنيا 80% ده هيطلع من أحسن وأفضل الناس اللي ربنا خلقهم من طيب دكتور هاشم بعض الابترابات اللي ممكن تحصل نتيجة ليه الضغط الأسر أو الضغط البيت على الطفل فكرة التباول الإراضي فكرة التلعصم التأتاها أو التهتاها ما شابه يعني فكرة أن الطفل يسرق فكرة أن الطفل يشتم فكرة أن الطفل يعاند يأذي نفسه يأذي غيره هل الأمور دي ممكن يعني بشكل سهل أو بشكل يعني قريب أنه هو يتعالج ولا دي حاجات بتاخد وقته ممكن تستمر الفترات طويلة يعني ممكن تأثر على شخصيته بعد كده والله يا عمر إحنا الحاجة اللطيفة اللي في الأطفال إن الأطفال عقلهم مرن لأن ما همش عندهم الحيل واللقم والحاجات بتاعته الكبار هي مشكلة في الأب والأم اللي مخهم بيبقى عامل ذات طوبة بيبقى عندهم صعوبة شديدة إن هم يعترفوا إن هم ليهم دور في مرض الطفل وإن ليهم دور أكبر في شفاءه الطفل بيبقى عايز يتحسن وعايز يبقى كويس ما يكرهش إن هو الناس تشاور عليه وتسقفنه يعني إحنا عندنا دايما بنشوف الأطفال لما بيكون النمرة بتاعته كويسة في الشهادة بيعمل إيه بيجري على حضن أبوه أمه عشان يسقفونه صح فالطفل دايما بيحب التشجيع بيحب النمس تقوله إنك أنت كويس لكن اللي بيحصل إن الأب والأم بيجيبه لنا الطفل في العيادة أو في المستشفى ويشاوروا عليه بصابع الاتهام إنه هو المريض اللي أعرفهم في عشيتهم لما تيجي بقى تقول لهم طب هو وصله الكلام ده ليه وبيعمل كده ليه يقول لك إحنا ما نعرفش ما أخوات التانين كويسين إيش معنى هو طب من تشوفوا بقى ربتوه إزاي فتيجي بقى تدور على الدور بتاعهم إيه في التنشئة وبالتالي تحط خطة لعلاج الطفل وبيكون أكتر محفز للعلاج هو طفل وهقول لك حاجة في حالة أنا شفتها كانت مع دكتور أندالفي الإيطالي ده أشغر واحد بتاع علاج أسري وكان فيهم واحد إنسان مدمن وكان جاي هو وأخته وجوز أخته وابنهم الجديد عنده حوالي كده كم شهر يعني المهم قعدنا بقى ندور على طرق العلاج فاشل كل العلاجات اللي عملناها قبل كده مع الراجل ده قال له إيه بقى قال له أنا عايزك تبقى أنت مسؤول عن تربية الطفل ده شوف هو بيعمل إيه بمنتهى البراءة والنظافة والحاجات الحلوة اللي في حياته ويريد تقلده لو قلدت الطفل ده هتخف وقد كان الرجل ده بقى هو المسؤول عن تنشيئة هذا الطفل رغم أنه هو كان مدمن لكن لما ارتبط بالطفل ده اتعلم كل حاجة جميلة في الدنيا فالطفل هو ينبوع البراءة لو إحنا يعني عملناه بالطريقة ده هي هنكسب من وراه كتير جدا أكيد ربنا يا رب يحفظ الأطفال جميعا وما نسمعش أبدا عن الحوادث دي والمشاكل دي عند الأطفال نتيجة للضغط اللي إحنا للأسف بنمرسوا عليهم شكرا جزيلا أستاذ دكتور هاشم بحري وأستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر